اهلا بكم من جديد مشاهدين ننتقل الان الى استيديو تلفزيون دبي في مقر اكسبو 2020 دبي مع الزميلة هالة بوعلوان ولقاء جديد يندرج ضمن فقرة رواد اكسبو لالعمال صباح الخير هالة صباح النور واهلا بكم مشاهدين الكرام الى حوار جديد مع شخصية ريادية جديدة كن ما تريد ان تكون هذه هي فلسفة ضيفتنا التي عززت منشورات كتبها ومعارضها ومجموعة شركاتها من تفانيها في مهمتها باعتبارها مدافعة عالمية عن تمكين المرأة والشباب الضعفاء خاصة من خلال مشاركتها في بعثات الامم المتحدة في موزنبيق واثيوبيا والسنجال وموريتانيا وهيتي وغيرها مما الهمها لتوطيد علاقات وثيقة مع المجتمعات المهمشة وخاصة تحسين ظروف التعليم وريادة الاعمال والحلول المستدامة لتغير المناخ للتعرف أكثر على هذه الرسالة القوية والملهمة يسعدني أن أحاول اليوم السيدة نزها علاوي مؤسسة شركة مجموعة ميشاد وومن تشويس أو ما يسمى بخيار المرأة صباح الخير يصرنا استضافتك يصرني أن أكون معكم شكرا على كل الإلهام الذي تقدمينه لهذا العالم يكون أفضل نزها لديكم مجموعة ميشاد وهي كناية عن مؤسسات تركز على المرأة والمؤسسات العاملة للمرأة ما هو الهدف من هذه المجموعة لقد بدأت سيرة المهنية بالعمل مع الأمم المتحدة وبعدها وبعد البعثات التي ذكرتها حيث أنه تمكنت من أن أزور تلك الدول وأتعرف على المشاريع في تلك المجتمعات لقد أدركت بأن المرأة دائما تعطي المجتمع وإذا ما عملنا على تمكين المرأة فنحن نعمل على تمكين الجيل القادم وبالتالي نحقق أهداف تنمية المستدامة انتلاقا من ذلك أسست مجموعة ميشاد وهما اسم ابنتي فقد كنت ميسون وشدين هذا هو اسمهما وأردت أن أكون رائدة أعمال وفي نفس الوقت أن أكون ناشطة في مجال الشؤون الإنسانية وأن أعمل في شركات تترك أثار اجتماعي إضافة إلى ما ذكرته ومغامراتك كلها أنت تركزين على نادي خيار المرأة وأطلقتيه في نيويورك وهو موجود في مايامي واليوم في دبي أخبرين أكثر نادي خيار المرأة هو يركز على المرأة المثقفة النخبة رائدة الأعمال رؤساء التنفيذيات كنا ناجحات كل تلك النساء وأعتقد بأن قوة جمعهن مع بعضهن في نادي واحد يترك أثرا كبيرا ويدعم نجاح بعضهن البعض وهذا عامل أساسي وهذا ما يأتي به منتدى أو نادي خيار المرأة وهو موجود هنا في دبي لمن يرغب الانضمام إلى هذا النادي كيف يفعلون ذلك يمكنكم التواصل معي على مجموعة ميشاد للمرأة على انستغرام وبإمكانهم أن يدخلوا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنادي خيار المرأة أنت أيضا ناشطة وأيضا تعملين على تمكين المرأة ولديك عدد كبير من المتابعين أخبرين ما الذي قادك إلى اختيار هذا المسار ولما لديك عدد كبير من المتابعين ما الذي جذبهم لكي يتابعوك مدأت قبل 11 إلى 12 سنة من قبل وعلى انستغرام كانت تلك المنصة التي عملت عليها تركز أكثر على الموضة وبدأت بوضع المحتوى وأنا بالطبع حتى لدي تجب في مجال التصوير وعملت مع الأمم المتحدة كمصورة ونشرت كتابا فيه السور التي تبين وضع المرأة والشباب عالميا لذلك قررت أن أذهب أبعد من ذلك لا أركز فقط على الموضة والملابس بل أركز على حياتي كأمرأة والدة شابة رائدة أعمال وبالتالي هذا المحتوى المتنوع والمستدام جعل من عملي ينمو أكثر وأكثر ويزيد من عدد المتابعين لي هنا أعطي هذه النصيحة لكل من يعمل في وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدمها لابد أن تكونوا فعلا ثابتين في رسالتكم واضحين فكل من ينظر إلى موضوع تمكين المرأة وينظر في هذه الحسابات على انستجرام ممكنهم أن يجدوني ويجدوا كل ما أقدمه أنت ذكرت الآن الأمم المتحدة أنت شاركت في بعثات متعددة لأمم المتحدة كما ذكرنا الموزنبيك، هايتي، موريتانيا وغيرها أخبريني عن تلك البعثات تلك البعثات كانت لبرنامج الغذاء العالمي نحن كنا نركز في بعثاتنا على الحد من الجوع والفقر في هذه البعثات فعلا تمكننا من أن نعرف ما هي التحديات في المجتمعات المحلية في ظروف لا ترينها كسائحة أنا كنت مشاركة في تلك البعثات وعرفت كل تلك التفاصيل شاركنا في مشاريع مختلفة مثلا في الموزنبيك أذكر بأننا قمنا بزيارة مخيمات اللاجئين للأطفال الذين ولدوا وهم مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لأن والداتهم كانت مصابة بذلك كما الذي قمت به الأمم المتحدة لدعم هؤلاء الأطفال وفي هايتي رأينا المرأة أيضا التي كانت تعمل على إعادة بناء هايتي بعد الفيضانات التي ضربت بتلك المناطق الذكرى التي لا أنساها هو أنني دائما كنت أرى المرأة في هذه المناطق الفقيرة هي قائدة إعادة بناء قرىها ومدنها وتقديم الأفضل للمجتمع نعم هذا مصدر ألهام كبير جدا شكرا على هذه الرسالة نزهى إضافة إلى كل ما ذكرته أنت ناشطة كبيرة في مجال أهداف التنمية المستدامة وتحقيق هذه الأداف التي تبنتها الأمم المتحدة وهنا دولة الإمارات أيضا ما هي مشاريعكم الأخيرة في هذا السياق؟ المشاريع التي نعمل عليها في أفريقيا وحتى في جنوب المغرب تركز على دعم المرأة لكي تطور المرأة نفسها وتصبح رائدة أعمال لأنه في 2022 أن الاستقلال المالي للمرأة هو الحل لتمكين المرأة برأيي وبالطبع هذا هو جزء من الهدف الخامس لأهداف تنمية المستدامة للأمم المتحدة ولكن أيضا يمس أو لديه صلة بالأهداف الأخرى السبعة عشر نحن نقدم للمجتمع مؤياني هذا نساعد مجال التعليم واستقصال الفقر وإلى ما هناك أنت أيضا رائدة أعمال نزهة على وجه الأخص في مجال عمالك وجهت الكثير من التحديات ما كانت التحديات الأكبر وكيف تخطيتها ريادة الأعمال هي مرادف للتحديات ولكنها رحلة جميلة جدا عندما ننطلق في رحلة ريادة الأعمال لابد من أن نكون مهيئين لتخطي هذه التحديات عبر رؤيتنا وشغفنا وإحاطة أنفسنا بكل من يؤمن بنا وبقدراتنا وأيضا أنا كنت محظوظة جدا بأن ابنتي كانت تؤمنان بما أقوم به وحتى ذراعي اليمنى سارا التي عملت معي في سنوات العاشر الأخيرة كانت دعما كبيرا وتشونز أيضا نعم الأسرة والأصدقاء كلهم كانوا دعيمين لي أنت تواجهين التحديات كرائدة أعمال ولكن أحرسي على أن تحيط أنفسك بالأشخاص الإيجابيين الذين يدعمونك ولا يجعلونك فعلا تخفقين بل يدعمون رحلتك رغم كل شيء هل لديك أي مشاريع هنا في أكسبو؟ ما رأيك بقدرة أكسبو على تمكين المرأة والشباب؟ وإلى ما هناك نعم أكسبو فعلا هو هبة أكثر من 192 دولة مجموعة في مكان واحد فكمرأة بالطبع من الجانب الثقافي يمكنني أن أقول بأنه يمكن للمرأة أن تقدم الكثير ويمكن أن تنجح وكرائدة أعمال ورئيسة تنفيذية امرأة بعيدا عن الشق الثقافي أعتقد بأن هذه المنصة الأساسية للتفاعل فيما بين الأسواق المختلفة في كافة دول ما هي مغامرتك التالية؟ أنت تقومين بأكثر من موضوع في نفس الوقت رائدات أعمال تعملين في المجال الإنساني والأعمال الخيرية والعديد لدينا هذا الكتاب كون قائدة أو كون قائدة بالطبع هذا الكتاب هو البداية فقط وستتؤلفنا المزيد من الكتب وأصلا نديك الكثير من المنشورات ما هي المغامرة التالية؟ أخبرين أنا أعيش بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات وأنا أحاول أن أؤسس نفسي أكثر هنا في هذه المنطقة وتواجد أكثر هنا كامرأة عربية لدي حياة دولية أنسح التعبير قد عشت في الخارج أريد أن أقدم أكثر لهذه المنطقة لأنني أعتقد هناك الكثير من التغيرات الإيجابية التي تساعد المرأة المرأة هنا فعلا قد تم استثماري في تعليمها وحصلت على التمكين اللازم ولكن من خلال توفير النظام والمنصات المناسبة للانتقال إلى المرحلة الثالية هو المغامرة التالية شكرا جزيلا أتمنى لك حسن التوفيق وشكرا أن أتوجدك معنا شكرا لك هالا